اشتركوا في القناة العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين طيب أجناد المسلمين فيهم ناس يعني بعضهم أسلموا الآن وحديثوا عهد بالإسلام وناس ما عندهم علم كثير وناس قدموا من عمق الجزيرة وأقصى الجزيرة ولحقوا بإخوانهم المسلمين مدد المسلمين في فتحات العراق والشام ما وكل الأجناد عندهم فقه وعلم فهذا صبيغ يدور بين الأجناد ويسأل عن متشابه القرآن عن هذه الآيات التي فيها خفاء على كثير من الناس في معناها يعلمها الراسخون في العلم يأتي هو ويسأل عنها إيش نتيجة هذا؟ تشقيك؟ إثارة شبهات؟ فبعث به عمر بن العاص القائد قبض عليه متلبساً بهذا بين الأجناد يطرح يلقي يسأل يثير بعثه إلى عمر فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه قرأه عمر هذا فعلة الرجل قال أين الرجل؟ قالوا في الرحل قال عمر أبصر أيكون ذهب؟ لا يكون هرب فتصيبك منه العقوبة الموجعة فأتاه به فقال عمر تسأل محدثة تلان تحدث في الدين وأرسل عمر إلى رطائب من جريد أتي بها عمر من النخل عرجين فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة ثم تركه حتى برأ ثم عاد له ثم تركه حتى برأ دعا به ليعود إليه فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت خلاص راح راح فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين فاشتد ذلك على الرجل صار عنده أزمة نفسية من المقاطعة فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته فكتب عمر أنئذن له بالمجالسة هذه البداية الدرس العظيم ما هو مقاومة الحراف من أول الأمر ما ننتظر حتى يستشري ولا يستفحل ولا يستحكم ولا يزداد ولا يصير له أنصار وأتباع ولذلك يعني لما أراد عابد أن يقلع شجرة وكانت في أول أمرها جاءه إبليس بصورة رجل خذ دينار وأجل قلعها ولما جاء يقلعها أخذ دينار وأجل قلعها حتى صارت الشجرة شجرة عظيمة راسخة في الأرض جذورها متشعبة قال دونك فاقطعها ما استطاع يعني هذا يبين كيف أن المنكر إذا ترك يعشعش ولا بد من المبادرة والمسارعة من أول الأمر وفي رواية مختصرة لقصة صبيغ عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد عد له عراجين النخل فقال من أنت قال أنا عبد الله صبيغ فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر فجعل له ضربا حتى دمي رأسه فقال يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي عمر رضي الله عنه لما أخبر أنهم اكتشفوا قبر دانيال نبي في الفتوحات كانت حفظت جثته فالمسلمون لما اكتشفوها وكان الناس يستسقون بجسده أخبر عمر بذلك فأمر أن يدفن وأن يغيب عن الناس موضع قبره البداية والنهاية قال شيخ الإسلام ولما ظهر قبر دانيال بتستر هذه البلد التي فتحها المسلمون كتب فيه أبو موسى إلى عمر الخطاب رضي الله عنه أنا ممكن الآن يصير بذلك افتتام الناس تفتن أو يدعى من دون الله فكتب إليه عمر إذا كان بالنهار فاحفر ثلاثة عشر قبر ثم ادفنه بالليل في واحد منها وعفر قبره لألا يفتتن به الناس مجموع الفتاوى الصحابة كان عندهم رصد ومتابعة للظواهر الخطيرة في بداياتها وممكن تكون هذه الأشياء يعني هو حدث بسيط لكن له مدلولات مستقبلا ممكن تكون ضخمة وسلبية جدا فلذلك يأتون بالإجراءات المبكرة قبل أن تحدث الأشياء الخطيرة قال حذيفة لسعيد بن العاص لقد رأيت في سفرتي هذه أمرا لإن ترك الناس ليختلفن في القرآن ثم لا يقومون عليه أبدا قال وماذاك قال رأيت أناسا من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد ورأيت أهل دمشق يقولون إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك وإنهم قرأوا على ابن مسعود وأهل البصرة يقولون مثل ذلك وإنهم قرأوا على أبي موسى ويسمون مصحفه لباب القلوب فلما وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم ما يخاف فوافقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من التابعين وقال له أصحاب ابن مسعود ما تنكر ألسنا نقرأه على قراءة ابن مسعود فقال حذيفة إنما أنتم أعراب فاسكتوا وقال والله لأن عشت لا آتين أمير المؤمنين ولأشيرن عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك فتفرق الناس وسار حذيفة إلى عثمان فأخبره بالذي رأى وقال أنا النذير العريان فأدركوا الأمة فجمع عثمان الصحابة وأخبرهم الخبر فأعظموه ورأوا جميعا ما رأى حذيفة فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في جمع للقرآن صار في عهد أبي بكر الصديق لكن كان عبارة عن لخاف ألواح عظام مكتوب عليها مجموعة في مكان واحد لكن أن تكتب في كتاب وترتب السور وبرسم معين هذا ما كان تم فجمع عثمان الصحابة وأخبرهم الخبر فأعظموه ورأوا جميعا ما رأى حذيفة فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها وكانت هذه الصحف هي التي كتبت في أيام أبي بكر فإن القتل لما كثر في الصحابة يوم اليمامة قال عمر لأبي بكر إن القتل قد كثر واستحر بقراء القرآن يوم اليمامة وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء فيذهب من القرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن فأمر أبو بكر زيد بن ثابت فجمعه من الرقاع والعسب وصدور الرجال فكانت الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر فلما توفي عمر أخذتها حفصة فكانت عندها فأرسل عثمان إليها وأخذها منها وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن يشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان إذا اختلفتم فاكتبوها بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا فلما نسخوا الصحف رد عثمان إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف وحرق ما سوى ذلك وأمر أن يعتمدوا عليها ويدعوا ما سوى ذلك الكامل لابن الأثير انظر إلى المحافظة على القرآن ومنع اختلاف المسلمين عليه والناس في البلاد الجديدة التي جاءتها فتوحات ما هم فيه مثل فقه الصحابة في قضية الأحرف السبعة وكل حرف من الأحرف السبعة يقرأ به والصحابة عندهم فقه أصلا كان بين عمر وهشام كان عنده حصل بين عمر وبعض الصحابة مشكلة في اختلاف قراءة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل لهذا أصبت لهذا أصبت كيف بعد الصحابة ولذلك جمع عثمان الناس على المصحف الأم ونسخ منه نسخ أرسلت البلدان وهذا المصحف المعتمد على هذا الترتيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر